جماعة الحوثي في اليمن هاجمت مواقعا حساسة وسطة الأبيب ليلة يوم أمس إسرائيل اعترفت بتفاصيل هذا الهجوم جزئيا كان هناك بيانا من الجيش الإسرائيلي وكذلك كانت هناك بعض التفاصيل التي نشرت من قبل التامز فإسرائيل وكان هناك بيانا من المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع الذي أكد بأن كانت هناك عددا من الطائرات المسيرة هي التي استخدمت بهذا الهجوم الجماعة استخدمت طائرات إيافة المسيرة للمرة الثانية وهذه الطائرات كانت قد ظهرت للمرة الأولى على الإطلاق في شهر يوليو من هذا العام عندما ضربت تل أبيب بهذه الطريقة أشعلت الموقف تماما بين إسرائيل والجماعة وإسرائيل بدأت بعد ذلك بضرب جماعة الحوثي بشكل مباشر للمرة الأولى أيضا على الإطلاق الطائرات المسيرة التي نتحدث عنها اليوم هي كلها انطلقت من الأراضي اليمنية عبر البحر الأحمر لتتعدى جمهورية مصر العربية والدفاعات الموجودة هناك وتصل للبحر المتوسط ومن ثم تأتي مباشرة لتهاجم تل أبيب بهذه الطريقة كانت هناك صافرات انذار قد انطلقت في باتيام التي هي تأتي إلى جنوب تل أبيب تحديدا أي أن الطائرات المسيرة تمكنت من تحقيق اختراق هنا في هذه المنطقة جيش الإسرائيلي أكد بين المنظومات الدفاعية تمكنت من التصدي لواحدة من الطائرات أما الطائرة الأخرى سقطت في منطقة مفتوحة لكن كان هناك وكانت هناك عددا من المقاطع المصورة التي أوضحت بأننا كنا أمام أكثر من طائرتين هي التي هاجمت تل أبيب ولم تكن فقط إلى جنوب تل أبيب وأنما كانت في نقاط أخرى خطيرة للغاية على سبيل المثال من خلال هذا المقطع ستلاحظ أن واحدة من الطائرات تضرب نقطة معينة في إسرائيل لاحظ هذه النقطة التي استهدفت من قبل طائرة مسيرة كما هو واضح كذلك من نفس هذا المقطع يظهر صاروخ اعتراضي للمنظومات الدفاعية الإسرائيلية وهو يحلق بهذه الطريقة كان هناك مقطعا مصورا من جهة مختلفة لنفس هذا الصاروخ وهو يتجه باتجاه البحر المتوسط ليضرب طائرة مسيرة أخرى هنا في هذه المنطقة كما لاحظنا من خلال هذا المقطع المصور تلاحظ تماما بأننا أمام شكل مميز طبعا من الساحل هنا الإسرائيلي في البحر المتوسط تلاحظ بأننا أمام محطة للطاقة وبأن هذا الصاروخ الاعتراضي انطلق من خلف من المنطقة التي تأتي خلف هذه المحطة تحديدا التي نتحدث عنها بهذه الطريقة تماما نفس هذا الموقع في تل أبيب إذا متجهنا للقمر الصناعي لندقق أكثر بطبيعة هذا الهجوم سنجد بأننا وسط تل أبيب كما هو ملاحظ وهذا هو نفس الساحل الذي نراه ومحطة الطاقة التي نتحدث عنها الظاهرة أمامنا هي هنا بالضبط بالتالي المنظومة الدفاعية كانت قد انطلقت من هذه المنطقة التي تأتي إلى شمال تل أبيب وهي هرتسيليا وإلى جنوب هرتسيليا ستلاحظ بأننا أمام من؟ أمام مقر الموساد الإسرائيلي هذا المقر هو الذي أيضا استهدف في الثمانية وأربعين ساعة الماضية من قبل إيران بصاروخ فتاح واحد صاروخ الفرد صوت للمرة الأولى على الإطلاق الذي سقط تقريبا هنا في هذه المنطقة وظهر أحد المراسلين وهو يشير إلى الصاروخ الذي سقط هنا وخلفه طبعا المقر الرئيسي للموساد الإسرائيلي بهذه الطريقة هي نفس الصورة تماما بالتالي جماعة الحوثي الذي جرى معها هنا بأنها استهدفت تل أبيب بأربع طائرات مسيرة طائرتين مسيرة باتجاه باتيام جنوب تل أبيب وكذلك طائرتين مسيرة كما هو واضح باتجاه هرتسيليا وتمكنت المنظومات الدفاعية من عملية صد طائرتين مسيرة طائرة مسيرة في الجنوب وطائرة مسيرة باتجاه الشمال ولكن طبعا الطائرات الأخرى تمكنت من الوصول إلى أهدافها في نهاية المطاف وضرب نقاط معينة إن كانت في الجنوب كما قالت إسرائيل بأنها ضربت مساحة مفتوحة أما الأخرى فهي ضربت نقطة معينة لم تصرح عنها إسرائيل حتى هذه اللحظة المنطقة الخطيرة التي يتواجد فيها مقر الموساد الإسرائيلي الذي استهدف من إيران كما نتحدث وهي مسألة واضحة جدا أن استهداف مقر الموساد هنا إن كان من إيران أو إن كان من جماعة الحوثي أو إن كان حتى من حزب الله هي مسألة انتقام لعمليات الاختيال التي نفذها الموساد الإسرائيلي ضد حسن نصر الله أو حتى إسماعيل هنية أو عباس نيل فروشان أو أي من الشخصيات المهمة من محور المقاومة بأكمله بشكل عام الهجوم القادم من قبل جماعة الحوثي بهذه الطائرات بهذه الطريقة هو يعتبر من أكبر الهجمات التي نفذت بطائرات يافا والأكثر فعالية حتى هذه اللحظة مقارنة طبعا بشهر يوليو كان هو الأخطر ولكن نحن أمامه هجوم أعلى بنسبة أعلى يحاول من ضرب مناطقا تتواجد فيه مناطق أو مواقع للموساد الإسرائيلي هذا الهجوم هو من أجل تشتيت الجبهات كما هو واضح على إسرائيل التي ترغب الآن بتنفيذ هجوم انتقامي من إيران للرد على الهجوم الصاروخي الهائل الذي شهدناه من إيران في اليومين الماضيين على تل أبيب وطبعا بالنسبة لإسرائيل الآن لا يمكن السيطرة عليها كما تحدثت The Washington Free Beacon التي أشارت بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من ضبط إيقاع الرد الإسرائيلي في المرة الأولى في شهر أبريل في عملية الوعدة الصادق واحد الأولى العملية طبعا تمكنت إسرائيل في نهاية المطاف من ضرب فقط منظومة رادارية وبطارية للأس 300 وانتهت القصة عند هذا الحد ولكن الآن الولايات المتحدة تتحدث بنا غير قادرة على ضبط ردة الفعل الإسرائيلي لأن إسرائيل الآن ترى بأن عليها توجيه ضربة لإيران تركع إيران تجعل إيران في موقع هي غير قادرة وتفكر عشر مرات قبل أن تهاجم إسرائيل مرة أخرى إلى درجة أن هذا الأمر خطير للغاية إلى درجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت الذي يعتبر أكثر انفتاحا مع الغرب وأكثر توافقا مع الغرب مقارنة بنتنياهو ظهر على الـ CNN وقال بأننا نمتلك الآن فرصة تأريخية لضرب المفاعلات النووية الإيرانية حيث أن إيران الآن أصبحت خطيرة للغاية هي تشكل خطرا من جميع الجبهات علينا تمكننا من ضرب حماس نحن نضرب حزب الله الأذرع المهمة بالنسبة لإيران لإبقاء إسرائيل مهددة وإبقاء إيران قادرة على التقدم نوويا الآن بدأنا نتخلص ونضرب هذه القدرات وأننا لن نتحصل على مثل هذه الفرصة مرة أخرى لضرب هذه المفاعلات النووية ومركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية كان قد أضاف نقطتين مهمتين حول ما ممكن أن يجري خلال الثمانية واربعين ساعة القادمة من قبل الجانب الإسرائيلي تجاه إيران وأكد المركز الآتي ضرب القواعد العسكرية الإيرانية والمشاءات النفطية ومحطات التوليد الكهربائية الاستراتيجية والموانئ البحرية ومنصات التحميل الخاصة لتصدير النفط وكذلك الغاز الإيراني وأضاف أيضا المركز توجيه ضربات قائمة نحو منظومات الدفاع الجوي ومواقع إطلاق الصواريخ الباليستية والمدمرات والغواصات الحربية الإيرانية وطبعا إسرائيل مضطرة لتوجيه رد كبير لأن إيران كانت دقيقة في استهدافاتها على سبيل المثال كانت هناك صور محدثة من القمر الصناعي توضح تماما أن هذه الضربات كانت دقيقة على قاعدة نيفاتم القاعدة التي تتواجد فيها طائرات الأف 35 الشبح وتحديدا في هذا المدرج الجنوبي الذي نراه في هذه النقطة من هذه القاعدة كانت هناك صورة محدثة من القمر الصناعي لهذه الجزئية بالضبط توضح لك أن هذه النقطة مع نقطة أخرى هنا قد ضربت بثلاث صواريخ من قبل الجانب الإيراني هذه هي نفس الصورة التي نراها ولاحظ في قاعدة نيفاتم فعلا كانت هناك إصابات دقيقة هذه إصابة وهذه إصابة وهذه إصابة أخرى كما نلاحظ أيضا كانت هناك ضربة أخرى من صاروخ آخر قريب من هذه المنطقة وهو يأتي على هذا الطريق كما نلاحظ هنا في هذه النقطة كان الاستهداف هذه هي الصورة الواضحة لهذا الصاروخ هنا قد سقط في هذه النقطة وكذلك هناك نقطة أخرى إلى الشمال من هذه المنطقة التي نراها وهي تقريبا قريبا من الطائرات السي 130 كان قد صاروخ قد سقط في هذه المنطقة تحديدا لاحظ هذه هي الصورة قد لا تكون واضحة ولكن هي في حقيقة الأمر هذه هي المنطقة بشكل عام الجانب الإيراني ضرب عددا من الصواريخ هناك شك أيضا حول هذه النقطة إذا كانت هي النقطة أي نقطة أخرى لصاروخ آخر قد ضرب طائرة معينة وسحبت أو إن الطائرة قد حلقت ومن حسن حظ الطائرة قد تخلصت من هذه الضربة لكن هناك عادة بقايا للمحركات للطائرات من الممكن أن يكون جزءا من هذه البقايا وبالتالي هو بنسهل أن يكون ليس صاروخا وبالتالي بشكل عام المثبت الآن نحن نلاحظ بأننا أمام خمس نقاط هي التي ضربت في قاعدة نيفاتم ونزارت هناك المزيد من الصور من الأقمار الصناعية التي ممكن أن تثبت الكثير من فعالية الضربة الإيرانية التي نتحدث عنها بالتالي بشكل عام إيران ضربت كل هذه النقاط استهدفت قواعد جوية عسكرية واستهدفت تل أبيب وضرباتها كانت خطيرة ودقيقة للغاية كذلك أن الضغط على تل أبيب كان من جماعة الحوثي أو حزب الله أو إيران أو الفصائل العراقية أو الفصائل في سوريا هو يأتي تقريبا بشكل يومي على تل أبيب لردع تل أبيب أيضا من التقدم والاستمرار بالتقدم وغزوها لجنوب لبنان حيث أن إسرائيل الآن ذهبت إلى أبعد من حقيقة ما هو النهر الليطاني أو جنوب النهر الليطاني هي طالبت إخلاء لكل هذه البلدات التي نراها تقريبا 24 أو 25 قرية ومزرعة وهذه هي المناطق التي طالبوا بإخلائها لاحظ في الأول من أكتوبر هم طالبوا بإخلاء كل هذه القرى جنوب النهر الليطاني الآن طالبوا اليوم بإخلاء كل هذه القرى طالبوا المدنيين أن يتركوا منازلهم ومناطقهم ليتجهوا إلى الشمال إلى أين؟ إلى شمال النهر الأولي أي بهذا الاتجاه كل هؤلاء المدنيين ممن بقيوا وممن لا زالوا في مساكنهم يجب أن يتركوا هذه المنطقة وهو يوضح لك أن الجانب الإسرائيلي لا يريد فقط التقدم باتجاه النهر الليطاني وإنما أيضا يريد التقدم ما بعد النهر الليطاني حتى النهر الأولي لضرب قدرات حزب الله اللبناني والوصول بالقرب من بيروت ومن ثم بعد ذلك إيقاف إطلاق النار التفاوض ومن ثم العودة إلى هذه المنطقة لتأمينها بحسب القرار 1701 وبعد ذلك التفاوض حول كيفية إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي هذه هي الخطة الإسرائيلية الواضحة من هذه العملية وما هو خطر أن إسرائيل بدأت تتغلغل في المدن الجنوبية في جنوب لبنان من خلال هذه الصورة على سبيل المثال للجنود الإسرائيليين بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية إذا ما اقتربنا من هذه الصورة سنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات المهمة نلاحظ بأننا أمام هذا المبنى عند هذا المرتفع طريق وهذا المبنى بالقرميد باللون الأحمر تقريبا ونلاحظ أيضا هذه الأرضية مميزة بهذا الاتجاه هناك طريق كما نلاحظ وأيضا شجرة كبيرة واضحة وبالتالي إذا ما استغلينا هذه العلامات التي نراها الآن سنجد بأنها تأتي باتجاه كريات شمونة هناك تغلغل من قبل إسرائيل في داخل الأراضي اللبنانية وهذه هي النقاط هذا هو المبنى الأول وهذا هو المبنى بالقرميد الأحمر الذي تحدثنا عنه والطريق واضح وكذلك هذه نفس النقاط التي كانت ظاهرة أمامنا لاحظ هذا هو المبنى الأول نفس الطريق المبنى الثاني وتلاحظ بأن هذه هي كلها نفس الأرضية التي كانت ظاهرة أمامنا هذا هو الطريق وأيضا في نفس الوقت هذه هي الشجرة وبالتالي هذا يؤكد لك أن الجانب الإسرائيلي قد تقدمه ولكن تقدم بسيط تقريبا 100 متر هي عملية التقدم وأن هؤلاء الجنود كانوا واقفين في هذه المنطقة وظهرت كل هذه العلامات أمامهم وواضح جدا أن الجانب الإسرائيلي هنا يبحث عن مسألة مهمة للغاية ألا وهي استغلال هذه المرتفعات التي لا زالت هي تحت سيطرة حزب الله اللبناني التغلغل هنا في هذه المنطقة من قبل الجانب الإسرائيلي في هذه المناطق تحديدا هنا وكذلك يحاولون التقدم لهذه المنطقة هو من أجل دفع طبعا حزب الله خلف هذه المنطقة خلف النهر الليطاني لكي يسيطروا تماما على هذه المرتفعات بأكملها ويسيطروا ناريا على المناطق المخفضة ويحاولون دفع حزب الله خلف النهر الليطاني وتغيير قواعد المعركة شيئا فشيئا كذلك أن معهد دراسات الحرب والكريتيكال ثرتز أيضا كانوا قد أوضحوا أن هناك تقدما آخر هنا باتجاه بنت جبيل كما تلاحظون حولوا هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية وبدأوا بالتقدم باتجاه بنت جبيل وهذا هو التقدم تقريبا الذي نرى طبعا الجانب الإسرائيلي عندما ينشر طبيعة التقدم والمواقع التي يتقدم لها هو ينشرها بعد أن تقدم بشكل أكبر من الوضع الحالي الذي نتحدث عنه وهذا يوضح أن الجانب الإسرائيلي لديه هدف أساسي كما هو واضح هو التقدم إلى عقدة المواصلات هنا في هذه المنطقة في بنت جبيل ليفتح الباب من أجل التقدم إلى مفترق الطرق المؤدي إلى صور طبعا على البحر المتوسط وكذلك التقدم أيضا عبر عيدة الشعب لتقديم الدعم لهذا الرتل أو الفرق المتواجدة في هذه المنطقة التي أيضا منها ممكن أن تتقدم في أي لحظة في أي ساعة في أي يوم عبر البحر المتوسط للضغط طبعا على صور والأهم هو أيضا سلوك هذا أو الذهاب بهذا الطريق الآخر المرتبط بعمليات التغلغل الإسرائيلية التي تجري في هذه المنطقة كما كان واضحا بالنسبة لنا لتقديم الدعم والسيطرة على النهر الليطاني ومن ثم البحث عن الضغط بشكل أكبر على المناطق التي تأتي باتجاه النهر الأولي طبعا بالنسبة لحزب الله اللبناني القوة هي ليست متوافقة ومتساوية مع الجانب الإسرائيلي هناك تقريبا نتحدث عن خمسة كتائب لحزب الله أمام من؟ أمام تقريبا أربع فرق إسرائيلية هي التي تريد التقدم باتجاه هذه المنطقة وتريد التقدم باتجاه جنوب لبنان بالتالي القوة كبيرة للغاية على العديد من المستويات الاستخباري الجوي وحتى على مستوى عدد هذه القوات ومرشح جدا أن إسرائيل تتمكن من التقدم بشكل أكبر لكن حزب الله يحقق الكثير من الاشتباكات الآن ويقع العديد من الخسائر بالجنود الإسرائيليين بحسب الكلاش ريبورت كان قد أوضح أن هناك اشتباكات في منطقة بنت جبيل التي تحاول إسرائيل التقدم لها هنا ثلاث نقاط وكذلك أيضا باتجاه الجليل الأعلى كما نلاحظ ولكن في نهاية المطاف طبعا أيضا أن حزب الله يحاول من ضرب التجمعات في الجليل الأعلى للجيش الإسرائيلي لمنعه من الاستمرار بالتقدم وأبطأ هذا التقدم لكن القدرة الجوية عالية طبعا بحسب معهد دراسات الحرب أوضح كيف هي الضربات في الثمانية وأربعين ساعة الماضية من قبل الطائرات الجوية كلما تقدمت إسرائيل كلما تمكنت من كشف العديد من المواقع الموجودة جنوب النهر الليطاني وشمال النهر الليطاني الضربات مستمرة أيضا باتجاه بيروت باتجاه البقاع وبعلبك وأيضا إلى الشمال اللبناني وهذه هي كلها ظروف كبيرة جماعة الحوثية عندما تقوم بهذه الاستهدافات أو حتى إيران أو حتى الفصائل العراقية هي كلها تظهر أن هناك أهداف استراتيجية مشتركة للفصائل المسلحة بشكل عام المقربة من إيران لتحقق الردع أو إبطاء إسرائيل أو إفشال الهجوم الإسرائيلي إن كان على إيران أو إن كان على حزب الله اللبناني